أعلنت ديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ألثان بحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التطورات في غزة والأراضي المحتلة وأضافت ديوان الأميري أن أمير دولة قطر ناقش مع رئيس المكتب السياسي لحماس جهود قطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وأنه أكد خلال اللقاء دعم قطر للشعب الفلسطيني ولقضيته وأهمية وحدة الصف الفلسطيني من جهته قال هنية أن الحركة استجابت لجهود الوسطى ووفقت على مسار المفاوضات حول وقف إطلاق النار وأبدت جدية ومرونة عالية وأضاف أن إسرائيل تماطر بالمفاوضات وهو ما لن تقبله الحركة والوقت لن يكون مفتوحا